السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في قناتكم قناة المعلومات في متناول يدك وأريد أن أشكركم مقدماً على المشاهدة أتمنى أن تستمتعوا بمشاهدة الفيديوهات وتعلم أشياء جديدة والآن لنبدأ السؤال الأول ما هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع انتقال المرض؟ الجواب غسل اليدين بالماء والصابون السؤال الثاني ما هو الهدف من تجفيف اليدين بعد غسل اليدين؟ الجواب لأن الجراثيم والبكتيريا تنتشر بسهولة أكبر بالأيد المبتلة السؤال الثالث كم مرة يجب أن نغسل اليدين في اليوم؟ الجواب في كل مرة ربما نلمس فيها بكتيريا السؤال الرابع ما هي الأطعمة التي تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين D وهو عنصر غذائي مهم للأسنان وصحة العظام الجواب اللحم الأحمر مثل السلمون والسلمون المرقط والتونة السؤال الخامس أي جزء من البيض أغنى بالبروتين ويحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية؟ الجواب بياض البيض السؤال السادس الخضار هو مصدر جيد لأي نوع من الكربوهايدرات؟ الجواب الألياف السؤال السابع البرتقال مصدر جيد لأي فيتامين؟ الجواب فيتامين سي السؤال الثامن لماذا يجب على الشخص تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الملونة في النظام الغذائي؟ الجواب الجواب لأن كل لون يوفر فوائد صحية مختلفة السؤال التاسع السؤال التاسع أي من الأطعمة التالية ليس مصدر جيد للبروتين، الخضراوات، أم البيض، أم منتجات الألبان؟ الجواب الجواب، الخضراوات السؤال العاشر من هو قائد المسلمين في معركة اليرموك سنة ثلاثة عشر هجري؟ الجواب، خالد بن الوليد السؤال الحادي عشر ما الاسم الذي يطلق على ميكانيكا الأجسام الساكنة؟ الجواب، الإستاتيكا السؤال الثاني عشر ما هو الشيء الذي لا يتكلم؟ إذا جاع كذب، وإذا شبع صدق؟ الجواب، الساعة السؤال الثالث عشر ما هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة؟ الجواب، الدماء السؤال الرابع عشر ما هو الحيوان الذي يصاب بالحصبة كالإنسان؟ الجواب، القرد السؤال الخامس عشر ما هو الحيوان الذي إذا قطعت إحدى أذرعته تنمو مرة أخرى؟ الجواب، نجمة البحر الجواب، نجمة البحر السؤال السادس عشر من الصحابية التي دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد الجواب، أم عمار، نسيبة السؤال السابع عشر ما هي السورة التي ذكر فيها البعود؟ الجواب، سورة البقرة السؤال الثامن عشر ما هي الدولة التي تتكون من عدة جزر تشبه شكل الهلال؟ الجواب، جزر القمر السؤال التاسع عشر ما هو أقوى وأقسى أنواع الحجارة؟ الجواب، الألماس السؤال العشرون ما هي شبه جزيرة في شبه جزيرة وتقع بجوارها جزر؟ الجواب، دولة قطر السؤال واحد وعشرون ما هي لغة النمسا؟ الجواب، اللغة الألمانية السؤال اثنان وعشرون ما هو اللقب الذي أطلق على ثابت بن جابر وهو أحد الشعراء الصعاليك؟ أجب عن السؤال في التعليقات، واشترك في القناة لتشاركنا الإجابات على أسئلة مماثلة شكراً للمشاهدة، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك للفيديوهات والإعجاب بها وتعليقك عليها شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة